السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله شباب اليوم في هذا الفيديو رح نشرح كيفية تفعيل حفظ كلمات المرور في متصفح فيرفوكس فلا تنسون دعمنا باللايك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح طريقة شاب جدا بسيطة كل عليكم تسوونها تنحون متصفح فيرفوكس بعدين من هذه الواجهة عشان تفعلون خيار حفظ كلمات المرور تروحون على الثلاث شرطات هذه ومن هنا تروحون على خيار الاعدادات فتفتح معكم هذه الواجهة كل عليكم تسوونها تروحون على الخصوصية والامان وبعدين تنزلون شوي تحت لما تحصلون خيار كلمات السر فهذا الخيار اذا كان مقفل معكم بهذه الطريقة لازم تسوونها تفعيل فاذا فعلتوا هذا الخيار اي موقع تسجلون دخول فيه رح يسألكم اذا حابين تسوون حفظ كلمة المرور فلازم تفعلون هذا الخيار ايضا يشاب عندكم خيار اضافي اللي هو سيفت بسورت هنا رح يبين عندكم جميع المواقع اللي حفظتوا كلمات السر الخاصة فيها فتضغطون على هذه الايقونة فرح تظهر هنا معاكم جميع المواقع في هذه القائمة فالآن عندنا موقع الديسكورد لو تلاحظون هذا الموقع وهذا اسم المستخدم اللي سجلنا فيه دخول وايضا هنا عندنا كلمة المرور تقدرون تشوفون كلمة المرور تضغطون على علامة العين هذه فكذا لو تلاحظون ظهرت معانا بكل سهولة تقدرون تسوولها نسخ وايضا هنا اذا حابين تحذفون كلمات السر المحفوظة فهذه كانت طريقة يا شباب كل اختصار لا تنسون دعمنا باللايك والاشتراك نشوفكم على خير مع السلامة